أعلم أن أنا بحاجة ماسة أنا عندي جدتي ملتزمة والحمد لله ويهم رأها مسنة ومرضت في رمضان وافطرت 25 يوم وأهل ويخافون عليها من الصيام لأنه يؤذيها في الوقت الحالي مصر على أن تقضي ما عليها أفتنيها ليجزل أحد من الصيام بدلا عنها أرجو توضيح ذلك مدام أنها على قيد الحياة فإنها لا تصومون عنها إنما إذا كانت لا تستطيع القضاء فأطعموا عنها أما إذا كانت تستطيع الصيام وقالت لكم يا جماعة أنا أستطيعنا صوم لماذا تمنعوني عن ذلك وطالبتكم بأن تصوم فمكنوها من الصوم لا بأس في ذلك مكنوها من الصوم والله تعالي أقبل منه ومنها أما إذا كان الصوم يضرها أو يتعبها أو يسبب لها إرهاقا واضحا عليها فإنها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا وأما أن يصوم أحد عن أحد فإن الإنسان لا يصوم عنه أحد إلا إذا كان ميت من مات وعليه صوم صام عنه وليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أما إذا كانت في حال الحياة فإن أحدا لا يصوم عن أحد وبالمناسبة قبل أن أنتقل الحي لا يجوز لغيره أن يعمل عنه شيئا من الأعمال التي عجز عنها إلا أعمال محددة الصلاة لا يجوز مثلا واحد ما يستطيع يصلي غيره ما يصلي عنه لا إنسان ما يستطيع يصوم غيره ما يصوم عنه أما بالنسبة للحج الزكاهنة لا يستطيع زكي غيره يزكي من مالي أما بالنسبة للحج أيضا يجوز إذا كان الإنسان عاجزا ببدنه عن الحج فيجوز له أن يحج غيرها من الأعمال الأمر فيها واسع مثلا ذبح الأضحية ذبح الهدي ونحو ذلك من الأمور لا بأس للإنسان أن يوكل فيها